تعال أعطيك طريقة اللي تخسر من خلالها في شهر رمضان من 10 إلى 15 كيلو من وزنك المعادلة الكتير سهلة خلينا أول شيء نفهم بعض قواعد علوم التغذية اللي من خلالها راح تساعدك كيف تتعامل مع نظامك الغذائي في رمضان جرام واحد من الألياف بيعتمد على 2 صورة حرية وجرام واحد من البروتين أو جرام واحد من الكربوهيدريت بيعتمد على 4 صورات حرية وجرام واحد من الدهون الصحية بيعتمد على 9 صورات حرية المطلوب منك تعتمد ما يلي أول ما يقدن حبة طمر كوب من المي تشرب الشوربات هي أول خطوات الشبع بعدها ابدأ بالأطعم بتحتوي على الألياف والبروتين وانهي في نهاية تناولك للطهام بالكربوهيدريت والدهون الصحية إذا أنت مشيت في أول خطوطين المي والشوربات والألياف والبروتين بعدها قبلني إذا قدرت تكمل أكلك نأتي للحلاء الحلويات إما بتعمل الحلويات بسكر ستيفيا وإما بتحلي من الفواكه الفواكه أحبتي تفتقل الصورات الحرية نص كيلو تقريبا من البطيخ 500 جرام من البطيخ حوالي 150 سورة حرية لو أنا بدي ألزل وزني زيكم مجرد مثالة تفهم المعادلة شو ممكن أعمل أول ما يقدن حبتي الطمر كوب من المي بروح بصلي برجع بشرب الشوربة بأخذ خضار مع لحمة بشرب كولا زيرو باختار ممكن من قصة الكربوهيدريت الباقوليات بتشعرني بالشبع أكتر وأكتر وممكن أن يبلق قليل من الأفوكادو بديش أفوكادو بخلي ممكن مع الصحور أو مع أي وجبة أخرى بمجرد أني خلصت وجبة الإفطار رح أعمل مباشرة وراها في نجام القهوة حبت أن أعشق القهوة ثم بعد ذلك رح أخذ 300 جرام من الفراولة وبعد ذلك مباشرة رح أشرب معها كوب من القرفة انتهيت من الوجبة رحيت أصلي الترويح رجعت حضرت لي فيلم وسلسل وكانت سواء الصحور شوي طويل وجوعة شوي شو ممكن أعمل اخترت لي 200 جرام زبادي مع 500 جرام بطيخ 200 جرام زبادي كاميرا الدسم يا حبتي 122 سعر حرارية 500 جرام بطيخ تخيله كمية كمية كبيرة مهولة حوالي 150 سعر حرارية بمجموع كلاهما 272 تقريبا سعر حرارية فتخيل معي كمية أكل دخلت على جسمي وانبسطت في هذا الشهر الفضيل أكلت وشربت كل شيء تمام 100% أوصلنا لها وجبة الصحور اللي عملنا في وجبة الإفطار اعملوا على وجبة الصحور ان شاء الله تكونوا فهمتوا الصورة هو مجرد مثال لتفهموا المعادلة من كيف انكم تأكلوا وتشبعوا وتنبسوا بهذا الشهر الفضيل وينزل كمان وزنكم أنا محمد الغول مدرب وخصية تغذية لدي خبرة منذ عام 2002 ولسألني يا كابتن وين بتدرب أنا عندي جيم قاص فيه اسمه الغول جيم نادي الغول في مدينة نابلس بشرف في حضراتكم جميعا أتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا إلى اللقاء